ويحك يا جاري تكذبني وتصدق حماري يحكى أنه كان لجحى جار ثقيل يطلب منه دائما الكثير من الطلبات مرة يطلب منه أن يعيره تنجره ومرة يأخذ منه النقود ويماطله في ردها إليه ومرة أخرى يستعير حمار جحى وفي يوم من الأيام قرع الجار الباب فخرج إليه جحى مرحبا ثم سأله عن حاجته فقال له الجار أنت تعرف يا جاري العزيز جحى حق الجار على الجار فقال له جحى بابتسامة مصطنعة بالتأكيد يا عزيزي أعرف قال الجار وتعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى حتى سابع جار فقال جحى نعم أعرف فقال الجار وتعرف أنني رجل كبير في السن فقال جحى نعم أعرف فقال الجار وتعرف أنني كثيرا ما أشتكي من الألم في مفاصلي فقال جحى نعم أعرف قال الجار وتعرف أنني لا أملك حمارا أركبه لقضاء حاجتي فقال جحى أعرف قال الجار وتعرف أن الجار للجار وحماره أيضا والشك الثاني أهم من الشك الأول سأله جحى لماذا فقال الجار لأنني أريد أن أذهب اليوم إلى الصوق وأريدك أن تعيرني حمارك وقتها أدرك جحى أن كل هذا اللف والدوران من أجل أن يأخذ الجار الحمار تلفت جحى حوله ثم قال وهو يرسم ابتسامة باحثة على شفتيه ولكن حماري ليس هنا يا جاري العزيز فقال له الجار وأين هو حمارك يا جحى قال أخذته زوجتي إلى البستان وفي هذه اللحظة نهق حمار جحى فقال الجار أنت تكذب علي يا جحى فحمارك في البيت وأنا سمعت ناهيقه فعبس جحى وهو يقول في غضب مصطنع ويحك يا جاري تكذبني وتصدق حماري تولى جحى القضاء ومن نوادره وهو قاض أن وقف فقير بباب مطعم واللحم يشوى ورائحته تفوح منه وكان الفقير جائعا فاشترى رغيفا وجلس بالقرب من دكان الشواء وأكل الرغيف على رائحة الشواء فرآه صاحب المطعم فخرج إليه طالبا ثمن رائحة الشواء فلم يدفع له الفقير شيئا فأمسك بيده وأخذه إلى القاضي جحى وقال له يا سيد القاضي إن هذا الرجل أكل رغيفا على رائحة الشواء وقد طلبت منه أن يدفع لي خمسة قروش ثمن رائحة الشواء فلم يرضى فقر جحى قليلا ثم أخرج قطعة من ذات الخمسة قروش ونقر بها على رخامة أمامه وقال لصاحب المطعم هل سمعت رانين النقود؟ فقال صاحب المطعم نعم يا سيد القاضي فقال جحى خذ الرنين فهو ثمن رائحة شوائك هو أكل من أنفه وانتقب من أذنك تزوج جحى امرأة حوله ترى الشيء شيئين فلما أراد الغداء أتى برغيفين فرأت هما أربعة ثم أتى بالإناء فوضعه أمامها فقالت له ما تصنع بإناءين وأربعة أرغفة يكفي إناء واحد ورغفان ففرح جحى وقال يا لها من نعمة وجلس يأكل معها فرمته بإناء بما فيه من الطعام وقالت تأتي برجل غريب لينظر إلي فقال جحى يا عزيزاتي أبصري كل شيء اثنين إلا زوجك أتى جحى يوما لبائع لبن وكان يعلم أنه غشاش فقال له أريد كيلو من لبن كهذا فقال بائع لبن ولكني أرى معك وعائين يا جحى فقال جحى نعم لكي تضع اللبن في وعاء والماء في وعاء آخر نزل جحى ضيفا على صديق له فقدم له في اليوم الأول حليبا وفي اليوم الثاني حليبا وفي اليوم الثالث حليبا وفي اليوم الرابع جلس جحى حزينا مكتئبا فسأله صديقه ما لي أراك حزينا يا جحى فأجاب جحى أنتظر حتى تفطمني من نوادر وطرائف جحى أنه في ذات يوم استدعى جحى جيرانا ليطعمهم من لحم ثوره وطلب منهم الجلوس في صفوف منتظمة حتى يوزع عليهم اللحم وأخذ جحى يمر بهم فيقول للشيخ إنه لن يعطيه اللحم لأنه لن يتمكن من هضمه ويقول للمريض إن لحم الثور سوف يمرضه ويزيد من مرضه ويقول للسمين إنك لست بحاجة للحم لأنك سمين ويقول للشاب إنك قوي ويمكنك الانتظار في نهاية توزيع اللحم على الفقراء وفي نهاية اليوم طلب جحى من الضيوف الانصراف وقال لهم جحى أولى بلحم ثوره أراد أحد البخلاء أن يشارك صديقه في كلفة الطعام فأنشد يقول منك الضقيق ومني النار أوكدها والماء مني ومنك السمن والعسل اجتمع ثلاثة من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عنهم قال البخيل الأول أنا سأرصم دائرة على الأرض وأرمي المال في السماء فالمال الذي يسقط بداخلها لي والمال الذي يسقط خارجها للفقراء قال الثاني أما أنا فسأرصم خطا على الأرض وأرمي المال في السماء فالمال الذي على يمين الخط لي والمال الذي على شمال الخط للفقراء فقال الثالث وكان أشدهم بخلا أما أنا فسأرمي المال في السماء فالمال الذي يسقط على الأرض لي والمال الذي يبقى في السماء للفقراء جلس بصير وأعمى معا يأكلني طمرا في ليلة مظلمة فقال الأعمى أنا لا أرى شيئا لعن الله من أكل اثنتين اثنتين أي طمرتين طمرتين فلما انتهى الطمر صار نوى الأعمى أكثر من نوى البصير فقال البصير كيف يكون نواك أكثر من نوايا وقد قلت لعن الله من أكل اثنتين اثنتين فأجابه الأعمى أنا كنت أكل ثلاثا ثلاثا ذهب أحد البخلاء إلى بائع فاكهة ليشتري طمرا فقال له هل عندك طمر صغير نواه عظيم اللحم كثير الحلاوة فقال البائع نعم فقال البخيل إذن فاضبط ميزانك وعصي شيطانك وزن لي منه بربع كرش فقال البائع ضاحكا لابد أن عندك اليوم ضيوفا فقال البخيل لا ولكني أريد أن أمتع نفسي وعيالي دخل شاعر على رجل بخيل شديد البخل فامتقع وجه البخيل وظهر عليه القلق والإضطراب ووقع في نفسه إن لم يأكل الشاعر من طعامه فإنه سيهجوه غير أن الشاعر انتبه إلى ما أصاب الرجل فترفق بحاله ولم يطعم من طعامه ومضى عنه وهو يقول تغير إذ دخلت عليه حتى فطنت فقلت في عرض المقال علي اليوم نذر من صيام فأشرك وجهه مثل الهلال قال أحدهم لرجل بخيل لما لا تدعوني إلى طعامك فقال البخيل ألا تعرف لماذا لأنك جيد المضغي سريع البلعي إذا أكلت لقمة هيأت الأخرى فقال الرجل يا بخيل أتريد مني إذا كنت عندك أن أصلي رقعتين بعد كل لقمتين اشترى رجل بخيل ثلاثة برتقالات فقطع الأولى فوجدها متعفنة فرماها وقطع الثانية فوجدها متعفنة فرماها فأطفأ النور وأكل الثالثة تقابل صديقاني فقال أحدهما للآخر هل قرأت أخبار اليوم؟ قال لا فقرأ له الخبر من الصحيفة تراهن بخيلاني على أنه من يمكث تحت الماء أكثر من الآخر يكسب مئة دينار فقال له صديقه ومن كسب المئة دينار رد عليه تقاسمتها أرملتاهما زار الشاعر أبو نواس رجلا بخيلا يسمى أبو هند في وقت الغداء فلم يطعمه وتركه جائعا فقال فيه أبو نواس أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام فكان كمن سق الضمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنام مدح ابن الرومي أميرا بخيلا فلم يعطه شيئا فقال مدحتكم طمعا فيما أؤمله فلم أنا الغير حظ الإثم والوصبي إن لم تكن صلة منكم لذي أدب فأجرة الخط أو كفارة الكذب قال شاعر بخيل لزوجته تدرين لا يحتاج كفك خاتما ما حاجة الألماس للألماس فردت عليه تدري بأنك للفتاة مخادع وتريد حفظ المال في الأكياس ترجمة نانسي قنقر